اشتركوا في القناة 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 اللقاء الاول في انتظار ما سيكتب او سيكون في شوط اللقاء الثاني استراحة قصيرة ثم نعود لحضراتكم مع احداث الشوط الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مرة تانية عزيزي المشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الاهلي نلتقي سويا من هنا من ملعب الناد الاهلي وبالتحديد استاد مختار التيتشو احداث الشوط الثاني من المباراة الودية ما بين الاهلي ونجوم المستقبل شوط اول انتعب التعادل السلبي بدون اهداف هنشوف الشوط الثاني الناد الاهلي عمل مجموعة من التبديلات هقول لحضراتكم التشكيل الناد الاهلي في شوط اللقاء الثاني حمد الشناوي في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين ايمان اشرف وسليفة كوليبالي في اليمين محمداني في الشمال الصبر رحيل منتصف الملعب هشام محمد وكريم ندفد بيلعب قدامهم مسلس وجومي مكون من اسلام محارب وميدو جابر وليد ازارو وفي الامام مروان محسن زاوية التمرير تلعب السليف كوليبالي محمد هاني هاني لوليد ازارو هاني يلعبها طويلة عند اسلام محارب يا والد مروان كملا يا والد يا والد يا والد حلوة تصويبة حلوة تصويبة تصويبة قوية أيضاً هيخرج مروان محسن وهينزل أحمد حمدي هتتحول طريق لها بالنادلالي إلى 4-2-3-1 أحمد حمدي هيكون هو حلقة الاتصال وصانع ألعاب النادلالي زي ما قلت لحضركم بداية بداية من التواجد القيمة الكبيرة ورئيس مجلس إدارة النادلالي كابتن محمود الخطيب إسلام وحارب إسلام يلعب لصبري صابر رحيل يلعب ويعلى العرضية الرأسية وليد الزارو جول 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 هدف أول عن طريق الفهد المغربي الأسد المغربي وليد الزارو بكل قوة يسكنها شباك أحمد سعد بكل قوة من وليد الزارو هدف أول يلقى استحسان والتصفيق الحارق من الجميع وليد الزارو يضع هدف أول للنادلالي مع ذكر التواجد النجم الكبير والقيمة الكبيرة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادلالي حالة من الجهازية حاول يعملها الجهاز الفني للنادلالي وعملية الرابط ما بين اللابين والخطوط وليد الزارو يتلقى التحية من مستر باتريس كارتيرون على الهدف الجميل ودي الشام محمد يشيلها ويعلق وضربة الرأس دربة رأس لكن اللي خارج الملعب بجوار القايم الأيمن أكرم لا أحمد حمدي يلا يا حمدي 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 يلعبها ويسند واحدة صلاح صلاح يلا يا راجل لم عد مر فات صلاح محسن صلاح هذا الموسم تولى القيادة الفنية ورئاس قطاع النشئين بالنادلالي الكابتن فاتح مبروك ومعاء الكابتن هاني رمزي هاني رمزي يعني حطين بعض الخطط والاستراتيجيات ودي ميدو جابر ميدو يصوب ويسند تصويبه بجوار القايم الأيصر محمد هاني يلعبها اتسندت عدت مرت فاتت أحمد حمدي وركلت جزاء للنادلالي فرمان من أمين عمر واحتساب ركلت جزاء لصالح النادلالي بالفعل ركلت جزاء الصحيحة للنادلالي على الكرة هنشوف مين هشام محمد هشام كابتن فريق النادلالي في مواجهة أحمد سعد هشام وأحمد سعد وركلت الجزاء وصفرت فاهيم ومر وهشام محمد هشام 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 جول 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 هدف تاني للنادلالي نموذج لتزديد ركلت الجزاء من هشام محمد كرة سريعة وقوية وفزاوية صعبة على أي حارس مرمى هدف تاني للنادلالي عن طريق هشام محمد صنائية النادلالي لنادي نجوم المستقبل أحمد ربيع تلاعبت الطويلة عند أبري شروع لكن محمد الشناوي أحمد حمدي حمدي يا ولد يا ولد يا ولد على التمرير إسلام إسلام محارب إسلام عنده صبري جاله صبري صبري يزبط صبري يشيلها في اتجاه صلاح محسن طلع وارتقى صلاح لكن التوجيه يا صلاح التوجيه مفقود من صلاح محسن في المشهد اللي فات لكن طلع صلاح محسن وعمل الجمب يرجع لهشام محمد عايز يصوب ويسدد شام يلعبه وده الرأسية مرة تانية من صلاح محسن ولكن رأي من أحمد عبغاني من جاوي يضغط مرة تانية ميدو جابر ميدو ميدو جابر إسي طلع محمد هاني هاني أشار باستناف اللابة حكم اللقاء راكلة مرمة راكلة مرمة لنجوم المستقبل يلعب سعد معها صافر اتناية أحداث الشوت الثاني واللقاء يطلقها حكم اللقاء أمين عمر بفوز النادي الهالي على نجوم المستقبل بعد فين مقابل لشيف اللقاء الود التجريبي الأخير للنادي الهالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة